صار خير أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامجنا حوار والاستثمار مع الشواربي مع حلقة جديدة نشوف فيها كل ما يحدث في الشارع الاقتصادي والاستثماري على أرض مصر زي ما تعودنا دايما بنبتدي حلقتنا بأهم الأخبار اللي بتحصل على أرض مصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح معرض تراصنا للصناعات اليدوية المعرض بيضم مجموعة كبيرة جدا من الشركات والمشروعات وصغار المصنعين وصغار الشركات طبعا الاهتمام بالصناعة المصرية وبخاصة الصناعات المتوسطة والصناعات الصغيرة هي انطلاقة لمصر جديدة تشهدها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن هناك الكثير من الدول التي قامت وحصل تنمية اقصادية على أرضها بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام بهذا المجال بيضم كثير جدا من الاستثمار بالإضافة إلى فتح مجالات كبيرة جدا من العمل للشباب وبخاصة كمان زاوي الاحتياجات الخاصة الرئيس النهاردة في افتتاح المعرض قابل مجموعة من أصحاب الحرف وأصحاب الصناعة من زاوي الاحتياجات الخاصة فشوف احنا النهاردة بسبب الاهتمام بالصناعات الصغيرة المتوسطة بنشغل شبابنا بنشغل مجالات عمل جديدة كمان فوق ده بنضيف مجال عمل جديد لزاوي الاحتياجات الخاصة عشان نقدر ان احنا نفتح لهم مجالات من العمل داخل أرض مصر ده كان خبرنا الأول الخبر التاني الرئيس النهاردة اجتمع بوزير النقل بخصوص القطار الكهربائي وبيشوف آخر خطوات التطور لخطة عمل القطار الكهربائي بحيث ان هو يضم مساحة كبيرة جدا من مصر من العالمين حتى العاصمة الإدارية طبعا وجود القطار الكهربائي بيساعد في حركة العمل العمل بالحركة حركة النقل بتساعد على عمران الأماكن وتسهيل الوصول إليها كلما اهتمينا بوسائل النقل بالوسائل الحديثة كمان في النقل كلما اللي حصل ان احنا بيحصل إضافة للمكان فالمكان الناس بيبقى سهل الوصول إليه ينفع ان هما يعيشوا فيه ينفع ان هما يستثمروا فيه ينفع ان المكان ده يبقى نواه لمنطقة عمرانية جديدة دايما أماكن الوصول ووسائل المواصلات والانتقال كلما كانت أسهل كلما كان أفضل ان ده يساعد على تنمية المناطق العمرانية الجديدة النهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوعين مهمين جدا الموضوع الأولاني عن قانون المحال التجارية وآخر ما وصل إليه لأن ده برضو خطوة من خطوات ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الشرعي أو الرسمي داخل الدولة المحال التجارية اللي ملهاش ترخيص ملهاش موافقات ملهاش اعتمادات ملهاش ملفات كل ده اتفتح وتعمله قانون عشان يساعد الناس دي أن هي يبقى لها ورق أنها تقدر أنها تاخد خدماتها وتقدر أنها تبقى موجودة كمنظومة من حقها أنها يبقى لها حقوق عند الدولة وعليها واجبات لابد أنها تعملها الجزئية التانية هنتكلم عن العلاقات الاقتصادية ومستقبل الاستثمار بنا وبين قارة أفريقيا وخطة ورؤة الاستثمار داخل أفريقيا حيكون معنا ومعاكم النهاردة الدكتور يسري الشرقاوي مصشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفرق بسهل خير يسري بي بسهل خير يا بسهل رهيب أهلا وسهلا بيك وكل متابعينك أهلا وسهلا منورنا احنا عايزين نستغل بقى وجودك معنا النهاردة في موضوعين طبعا يعني حرك خير ومن يجيد الحوار فيهم الموضوع الأولاني عايزين نتكلم عن آخر ما وصل إليه تقنين وضع المحال التجارية وقانون اللي تعمل لهم عشان الاقتصاد الموازي اللي موجود جوه المحال التجارية يدخل في اقتصاديات الدولة ويحول هؤلاء الأشخاص أصحاب المحال الغير مرخصة والغير معتمدة والغير مراقبة لأنهم يبقوا في شكل منظومة لها حقوق وعليها واجبات ويتم هيكلتهم بشكل يساعدهم إنهم يبقوا موجودين جوه المنظومة الطبيعية للدولة أنا في الحقيقة يمكن سعيد جدا أن أنا موجود معاك النهاردة وهتكلم بقى بسريعا عن القانون أنا رجعت القانون وشفت من ناحية تجارية بحثة يمكن عايزة أقول بس اللي بيسمعونا وبشاهدونا أنه القانون بيخص الصالح التجار وأصحاب المحلات والعاملين في المحلات بعكس ما القصة لابد أن تنظم طبعا إحنا كلنا عارفيني أن مصر أجرت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإدارية من ضمن الإصلاحات التشريعية أحد أهم هذه القوانين وكل محلات تجارية عندنا مجتمعات مجتزة بالمحل التجارية القديمة في وسط الأحياء السكنية القديمة يعني لما بنسمع كتير جدا في الأخبار اشتعال حرائق في منطقة ما في مجموعة من المحل ده نتيجة أنه عدم استفاءة ترخيصة هذه المحل ما فيش أيضا اشتراطات الإدفاع والاشتراطات الخاصة الدفاع المدني ورغبة المكان العاملين نفسهم اللي بيشتغلوا في معظم المحلات سواء بيعين أو عمال في مستودعات خاصة بالمحلات في الباك أوفيس والهم شواء لا تأمينات ولا كل الكلام ده كان لابد أن يوضع له قانون استغلال الأرصفة استغلال المساحات المجورة المحلات اللي موجودة في أماكن سكنية الموجودة في أماكن سكنية موعد الغلق موعد الافتتاح الترخيص المحليات كيف تتعامل في القانون الجديد مع مراكز للترخيص كل ده بيشمله القانون الجديد فانا أنا عايز أقوله أن احنا غالبا عندنا عشان احنا في مرحلة لإصلاح كبيرة في مصر الجديدة فكل القوانين اللي بتيجي بتنزل في الخمس ست سنوات بتبقى صعبة جدا في تلقيها من الناس لكننا بنقعد ونشرحها بالتفصيل وبنشرح كل المزايا بيعرف المصلحة اللي من القانون احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في معظم القوانين التجارية والاقتصادية اللي سنت للشارع المصري في الخمس ست سنوات هو عدم المام المتعاملين بيها بإجراءاتها يعني يمكن أو يستفيد منه أو يفضل يتعامل معاه مفيش أدنى شك وأنا بقولك وعلى مسؤوليتي أنه في شوية مشاكل في التطبيق للقانون أو في أي تطبيق في الأليات التنفيذ في الأول ودي بنواجهها عشان احنا في مرحلة انتقالية من مرحلة الأسواق كتير جدا مفتوحة بشكل عشوائي وأسواق كتير جدا ما كانتش منظمة خلينا أقول بقى هنا النقلة ما بين الاقتصاد الجزئي اللي هو الماكرو ايقوناميك إلى الاقتصاد القلي كيف سيؤثر ذلك وتؤثر ذلك القوانين في اقتصاد الدولة المصرية وده الموضوع المهم جدا هيؤثر ازاي زي ما ست قد فضلت وطاعت أن احنا عندنا اقتصاد غير رسمي أو اقتصاد موازي وهذا الاقتصاد الموازي باختصار شديد جدا غير ظاهر في أدفات الرسمية للدولة وبالتالي هذه الأموال اللي موجودة صحيح كان لها مزايا في بعض الأوقات في الأزمانة اللي فيها مشاكل زي الأحداث اللي مرينا بيها في ظروف الاقترابات السياسية وزي قدمة قرونة لكن مش الصح طرح ما استفدت بيها تستمر لأن مزاياها مش قد العيوب اللي جاي من وجود سوق الاقتصاد الموازي ليه؟ وهقولي كلان دا عشان المواطن اللي بيسمعنا يفهمها بموضوع بسيط جدا احنا بالضبط عبارة عن 101 لو فترضنا الشعب المصر ده 101 الميت واحد دول فيهم تلاتين واحد احنا عارفين بياخدوا فلوس كام ومعهم قد ايه وسبعين ما احناش عارفين بس الميت واحد دول عايزين نفس الخدمات نفس المستشفى نفس المدرسة نفس التليفون نفس كل حاجة ففلوس التلاتين بتدي خدمات لفلوس للميت واحد فما ينفعش اطلاقا عشان كده احنا سوق العمل في مصر 29 مليون 6 مليون موجودين في القطاع الحكومي و22 مليون موجودين في القطاع الخاص في ناس منهم ظهرة في ناس منهم غير ظهرة جرأ اصحاب المهن الحرة اصحاب المهن الحرة في مصر ده كترة محامين في ناس بزدفع ضرائب وملتزمة وظهرة في اقصد الرسمي في ناس مش ملتزمة وبالتالي ايضا محلات تجارية بأحجامها كتير ملتزمة ومش ملتزمة في التعامل الدفتري الرسمي ومن هنا لقينا ان في مشكلة كبيرة جدا انه في ناس كتير جدا بتطالب الدولة بطرق وكباري ومدارس وتعليم وصحة دي خدمات هذه الخدمات ينفق عليها من الدخل الضريبي عشان اجيب دخل ضريبي بس يكون عندي اقتصاد رسمي هذا الاقتصاد الرسمي يعني احنا باختصار شديد جدا مساهمة الضرائب احنا على فكرة الموازنة بتاعتنا عشان برضو اللي بيسمعونها يبقوا عارفين قوي القصة ده انا بشرحها دي كلها مسماعة فين في الاخر مسماعة في الموازنة الموازنة اللي عندها في مصر موازنة ضريبية الميزانية بتاعتنا ميزانية ضريبية الضرائب فيها بتمثل 78% من الميزانية اللي عندنا من الدخل العام من الدخل العام وبالتالي احنا لو 30 بس دول في المية بناخد من مهم الضرائب اللي بتخلينا نوصل ل78% طب لو اخدنا من 100% احنا مش هربقة دولة عندها عجز في الموازنة مش هربقة دولة يعني النهاردة وبعدين مش معنى ذلك توسيع القاعدة الضربية برضه هيخدنا ملف تاني لما تتعامل قوانين للمحال التجارية وقوانين للمشاريع التجارية متوسطة وقوانين كل هذين القوانين في النهاية ستنظم العمل داخل جوية البصلة العربية مع انتهاء منظومة الرقمنة ومنظومة التكنولوجيا وقاعدة البيانات اللي الدولة بتشتغل عليها يبقى هنستفيد في الحالة دي الى ضبط الاقتصاد القلي للدولة عشان ايه ده كله عشان نوزع نواتج التنمية عدالة توزيع نواتج التنمية هي ما يعني منه الشارع المصري الآن احنا عملنا تنمية في الخمس ستة سنوات نعم عملنا تنمية قوية نعم احققنا معدلات غير مسبوقة نعم حميتنا من كورونا وصدبت كورونا نعم الدول في العرم كلها بتعاني من نتج المحلي السلبي نعم مصر لا اه ليه عشان احنا واحدة من 18 الدولة في الاسواق الناشئة ربما نحافظ على مستوىنا 3 و 2 من 10 3 و 0.5% من نتج المحل الإجمالي اوضل عن 6% كان مستهدف لو رجئه حقرونه كل ده في النهاية هيأثر عليك يا مواطن في ايه هيأثر عليك يا مواطن في توزيع عدالة ونواتج نواتج التنمية الدخل القومي اللي هيتفر هيتوزع على عدد أفراد بشكل مختلف وهقدم خدمات وهقدم رفع مستوى النقل العام رفع كل المستويات الأمور اللي متعامل فيها المواطن المصري تمام نروح بقى للجزئية التانية وهي جزئية أفريقيا أنا طبعا حبيت بس يعني ايه أخذ منك نبزع موضوع القانون عشان أنا عارف الحركة مولمية بيه جدا وكنت يعني متكلم فيه كتير فكنت عايز برضه أقول لأستاذ المشاهدين يعني ايه وضع القانون وراح فين وايه الميزات اللي هم يستفدوها من انه هم يقننوا أو ضحهم بالنسبة للمحالة التجارية اللي موجودة في مصر طيب نتكلم بقى عن أفريقيا بحكمة بقى عن حركة يعني مستشار اقتصادي ومستشار استثمار احنا النهاردة قمنا بدور في مصر عملنا أو بنعمل مصر جديد في كل حاجة في الطرق في المرافق في الخدمات في البنية التحتية في البنية الفوقية في الاستثمار العقاري في كل حاجة قامت بودن جديدة بأشكال جديدة 14 مدينة على أرض مصر عرق صومة العصمة الإدارية والعلمان الجديدة والمنصورة ومشروع قناة السويس هل التجربة دي النهاردة اللي احنا مرينا بيها مش دي ممكن تفتح لنا مجالات من استثمار داخل أفريقيا اللي ما زالت جواها تنمية كتير وجواها عادة أعمار وعادة بناء من بنية تحتية ومن شبكياته ومن مطاراته وهكذا أنا سعيد جدا طبعا بطرحك وخليني أبدأ من النقطة دي انه أنا كرئيس جماعية جال أعمال مصريني الأفارقة واللي احنا يعني في فكرنا في أحد محاورنا هو الاستفادة من التجربة المصرية في التنموية الجديدة طبعا أنا عايز أقول لحضرتك يمكن وسادة المشاهدين لدينا الآن يعني المتابع للمشهد قويس سيجد أن عندما ترقصت مصر الاتحاد الأفريقي في براير 2019 إلى فبراير 2020 هناك صدق في القيادة السياسية المصرية في نقل التجربة المصرية وفي الإيمان بأن أفريقيا هي الظهير وأفريقيا هي المستقبل من واقع التجربة والأرقام والتحليل نتكلم على أفريقيا وكيف نمحو سويا ومع بعض الصورة الزهنية المأخوذة عن أفريقيا القديمة كان في صورة زهنية وفي جزء احنا رحنا فيه متأخر على الجانب الأفريقي سواء في العلاقات الأفريقية أو العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية طيب هل في أول تجربة كاستثمار وكاحوار واستثمار لو نجي نتكلم بنتكلم على الرقم الأول هو في النهاية بنتحدث عن الرقم عندما نتحدث عن قارة زي قارة أفريقيا وبنقول إن في قارة أفريقيا دي عندنا مليار و 250 مليون نسمة اللي هما مليار و 250 مليون مستهريك ده حجم سوق القارة ونتكلم على إنه وفقا للمعدلات ومعدلات النمو السكاني في العالم القارة بتؤكد إنه هيصل هذا العدد إلى 2 مليار بحول عام 2030 تمام وبالتالي أنت أمام فرصة سائناحة جدا بروميس الجواعدة للتواجد بالمنتجات داخل السوق الأفريقي طب السوق الأفريقي ده بيشتغل تجارة مع العالم ولا ما بيشتغلش بيشتغل طب بيشتغل بكام يا أستاذ إبراهيم بيشتغل بخمسمية 67 مليار دولار حجم واردات أفريقيا من جميع أنحاء العالم في 2019 تمام طب مين اللي بيحط اللي بيورد لأفريقيا دي الحاجات دي وإحنا فين من الموال ده اللي بيورد الصين الصين واردت 92 لـ 93 مليار دولار للدول الأفريقية في 2019 طب مين كمان تركيا 22 مليار دول أخرى في الرقم ده إحنا عاملين مع أفريقيا 84 مليار صادر و 22 مليار وارد فده ده معناه إن إحنا لسه قدامنا مساحات مع العلم إن انت تكاليفك في النقل أقل من أي دولة من دول ده يمكن ديها هاوضحها بقى معاك علشان اللي بيسمعونا من المتخصصين ومن الشعب المصري إحنا عندنا مفروض إنه تكلفت النقل عشان ما عندناش وسائل نقل بحري وما عندناش يمكن سيد الرئيس بيناشد بطريق القاهرة كيبتاون وأقام التنماتيق اللوجستية عليه لإن إحنا عندنا مشكلة بتواجه التجارة البيانية الأفريقية ممثلة فيه النقل وسائل النقل أنت عرف إن مصر وقاعدة اتفاقية السيد الرئيس يعني دعم توقيع اتفاقية التجارة الحرة البيانية الأفريقية ويمكن ده تم بشكل جيد جداً فيه النيجر وتم تأجيل تفعيل هذه الاتفاقية نظر لزروف جائحة قورونا لكن التفعيل الفعلي ربما يكون فيه بداية عام 2021 هناك اتفاقية القوميسة وهناك العديد من اتفاقيات مع دول القارة الأفريقية لكن احنا معنا بس مدخلة من سيد السفير جمال بيومي سيد السفير جمال بيومي الأمين العام للتحاد المستثمرين العرب مساء الخير يا جمال بيه مساء الخير ازاي حدرك معالي السفير الحمد لله احنا معنا دكتور يوسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال أعمال مصريين للأفرقى وبنتكلم عن مستقبل مصر في الاستثمار في أفريقيا حارك شايف المستقبل ده يعني سريعاً كده ايه الخطوات اللي ممكن ناخدها تنشط العلاقات المصرية الافريقية وساعدنا على الاستفادة من هذه المنطقة الوعية هو حصل قفرة في العلاقات المصرية الافريقية طبعاً احنا اكتر دولة ذات وده مقبول في أفريقيا واكتر دولة لها تمثيل في أفريقيا رغم عددنا في السفيرات مش كبير لكن احنا ممثلين في جميع أنحاء القرى الافريقية تمام اتنين لما عملنا اتفاقيات الكوميسا اللي هي اسطولة مفتركة لدول شارئ وجنوب افريقيا تفرج بالصادرات المصرية تلت مقرات وعلاقتنا بافريقيا بتحقق فائط في الميزان التجالي تمام اخيراً اثناء رئاسة الرئيس عبدالتاح السيتي للاتحاد الافريقي نبه لان افريقيا اتقرى مفتنونه فالطول دول افريقيا هي دول نامية والاموال اللي بتدخلها اقل من الاموال اللي بتدخل منها اللي بتضطر تدفع بيونها وبتدفع قيمة والداتها وابتديني ننبه الى ان الحل هو جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الى افريقيا بخبرة مصرية نجحنا مع الاتحاد الاوروبي قبل هذا المبدأ ومع الصين ومع اليابان ايام الرئيس بحضر قمة التكاد في توكيو المأمو انه في المتقابل القريب ما تيجي هذه التعحدات ان تبدأ بدأ التقاط من الاستثمار على القرى الافريقية بخبرة مصرية لان احنا لدينا خبرة ممتشرة وارخط بالتكلفة وكما قلت وده مقول في افريقيا فنعمل في المستقبل القريب ان تبدأ فعلا الاستثمارة تتدفع على القرى الافريقية ونعاونها في ذلك ويحدث نوع من التوازن قليلا في عدم عدالة شروط التجارة وشروط الاستثمار اللي هي حاليا ضد صالح القرى الافريقية تمام تمام مش شكرين لحركة سيد السفير وحركة حبت معنا السفير اهلا وسهلا بيك وان شاء الله يكون لدينا يعني توجه من الخبرة سواء في تصدير المنتجات او السلع والخدمات للقرى الافريقية القرى الافريقية اعتقد منها في امثل حاجة الى اريضا تصدير الخدمات لانه تجربة مصرية كما ذكر تجربة حتى في اقامة المجتمعات والمدن الجديدة وهو ما يتعلق بالبنية التحتية تجربة يمكن ان تنقل للقرى الافريقية تمام حركة معنا سيد السفير نكمل مع بعض هل في اولويات لنشطات معينة النهاردة حركة بحكم حركة رئيس جمعية رجال اعمال المصرين الافرق هل في نشطات معينة تبقى زي ما نقول ايه فرصة بالنسبة لنا ان احنا ندخل من خلالها يعني هل يعني مثلا احنا في مصر مثلا عندنا فائد من الاسمنت تمام عندنا كميات كبيرة جدام بتنتج في مصر من الاسمنت عندنا مثلا حديد مثلا هل ده ممكن يبقى حصان رابح ان انت تبتدي به في فتح السسمرات اكبر طيب خليني بس اشرح ايه 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 المعاوقات الاول اللي كان بتواجهنا تمام زي النقل تكلفة النقل لان الصين لما حب تاخذوا العالم كله عمل قساطين النقل البحر الخاصة بيها عشان تساعدها في عمل التجارة وبالتالي الكونتينر بييجي من الصيل لكينيا ب800 دولار انت بتوديه من مصر لكينيا بتاعة 1000 دولار وبالتالي في مشكلة فيه ان احنا ما كانش عادلة خطوط مباشرة في تكلفة النقل ومع ارتفاع معادلات الوقود واسعار الوقود في الفترات بتبقى مشكلة كبيرة جدا بالاضافة انه احنا كان القرى ما فيهاش مناطق توزيع لوجستي او مناطق لوجستي علشان كده يمكن دعوة السيد الرئيس اكتر من مرة السيد الرئيس في 2019 حضر في منبر الامر المتحدة طلب بملف الاستثمار في البنية التحتية في افريقيا وايضا في اتكاد في اليابان وكذلك في الصين افريقيا وكذلك في روسيا افريقيا وفي فرنسا اجتماع الدول السبع افريقيا وفي المانيا جي 20 افريقيا وفي قمة الاستثمارات البريطانية في افريقيا خلينا اقول لك بالارقام انه من 2014 ل2018 الصين استثمارت في افريقيا 75 مليار دولار حجم الاستثمارات وفرنسا 34 مليار دولار وامريكيا 35 مليار دولار بريطانيا 17 مليار دولار والامارات العربية المتحدة 25 مليار دولار وبالتالي هناك توجه وده بيأؤكد ان هناك توجه للدخول على عمق القرى الافريقية طيب عشان ندخل عمق القرى الافريقية عايزين نشوف ايه احتياجات القرى القرى في البداية تحتاج مزيدا من المنتجات الخاصة بالادوات الكهربائية والادوات المنزلية والسلع الاساسية والملابس يبقى دي قطاعات سهلة جدا نصدر فيها للقرى الافريقية لكن خلينا نغير لاتجاه في التعامل مع الجالب الافريقي خلينا نروح للجالب الافريقي نقول له ايه عندك من السلع الاولية القرى المنجم الزهبي اللي ده سلع اولية ممكن ناخدها لمصانعنا وممكن نديكم منتجات ازاي علشان لقد نرسم شكل جديد في قلية التعامل في العلاقة المصرية الافريقية لانه انت عارف كويس جدا ان العلاقة كانت متأخرة كتير جدا وكان لازم يوعد سياغتها بشكل جديد هناك اكتر من 11 دولة افريقية من اجمالي 54 دولة افريقية جهزة الان الى التعاون التجاري المشترك وبشكل جيد جدا خلينا نتكلم على كينيا الان لديها منظومة شبول مالي مكتملة بشكل جيد جدا لدينا ايضا بعض البنوك اللي اشتغلت في غرب افريقيا في اكتر من 15 دولة بانكي خرج من المملكة المغربية الان جاء الى مصر وبالتالي سهل جدا نقدر نعمل كل المعاملات البنكية وخرجت البنوك المصرية الان منها بنك تجاري شهير اشترى حصة كبيرة جدا في بنكي في كينيا كذلك ايضا احد البنوك العامة والقوامية في مصر بدأ اشتغل في اغندا اذا هناك حركة لدعم التعامل التجاري او الاستثماري ما بين مصر وبين القرارة الافريقية لكن خلينا نقول انه الطلعات الفردية بتاعة المستثمر المصري او رجل المبيعات المصري لابد ان تتغير الى طلعات مؤسسية والى تعامل مؤسسي وفكرة ان احنا سيلزي اوريانتل يعني بنفكر في بيعه ونرجع عشان تجيب تماما المشروع لازم تتغير الى فكرة التسويق للبضاعة المصرية وردية المصرية بشكل منتظم وايضا نتحول الى منظومة جودة ومعايير تتوافق في متطلبات منظومة الجودة والمعايير اللي موجودة في الاتحاد الافريقي واذا ما كانتش عايزة تعديل او محتاجة تعديل نحاول من خلال معهد الجودة الموجودة نوجد مواصفة موجودة لدول الاتحاد الافريقي حتى نستطيع ان نتبادل هذه السلع والخدمات بشكل اوفر وبشكل افضل في المعابر واماكن الفحص الجبركي حتى يتم تعطل في مثل هذه الابور بشكل او باخر لذا انا عايز اقوله ان مصر ايضا نديها تجارب زي ما ستك تفضلت في بداية اللقاء في الانشاء المدن الجديدة عندنا تجربة كبيرة جدا في المجتمعات العمالية الجديدة المجتمع احنا طلعنا الجيل الاول والتاني والتالت والرابع وبالتالي يمكن ان ننقل الخبرة والخدنة في مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة وفي مشاريع الطرق وفي مشاريع المطلات وكان لمصر السبق وخلي بالك ده حيبقى يعني يعني ده حيبقى جيل الاحفاد زي ما بيقولوا لان احنا يعني يعني ما حنقول ابهاتنا او اجدادنا المقولين العرب اشتغلت في افريقيا يعني انا اعلم واكيد حركة حتقايد الرأي ده المقولين العرب كانت فاتمة من الوقات يعني كاننا سفارة مصرية في اي دولة في افريق احنا كان عندنا في وقت من الوقات شركة النصر تصدير والاستيراد كاننا سفير في الدولة الافريقية في التجارة والمؤولين العرب موجودة طيب والنصر تصدير سايرات كمان طبعا فيمكن النهاردة في خبرة موجودين يعني انا انا بتصور من خبرة المون سبريم محلب في افريقيا وهو كان رئيس المؤولين العرب خبرة لا يشتهن بيها ومحتاجين مثل هذه الاراء حتى ان تنقل لرجال الاعمال المصريين لندخل الى عمق القرى الافريقية ان انا اروح بشركة وانا اريح لهم عشان اصدر لهم مع المستوضعات هنا وانا احنا مجموعة حتى لا لازم يبقى في فينشر ما بين الاعلاقة احنا عندنا اللغة عنصر اللغة مهم جدا لاتتخيل انه احنا عشان تنفذ اتفاقيات وتنفذ تجارة بتنمي ما بين مين ما بين رجال اعماله ما بين تجار فلازم يعودوا مع بعض وفيه ثقة وفيه تراست وفيه اشياء تمت وتنفذت وبعدين لازم ان احنا كدعم من الدولة مع اقامة بعض المناطق اللوجستية للبضاعة المصرية في عمق القرى الافريقية ده هيخلي البضاعة المصرية موجودة بشكل جيد وبشكل منتظم الامر الاخر انتشرت الان وموجود حاليا في شركات ضمان مقاطر الصادرات موجودة وفي هناك شركة في مصر دي متابعة لبنك التامية الصادرات المصري هناك ايضا شركة او مؤسسة الايسيك في جدة لضمان مقاطر الصادرات للتصديل للدول الافريقية الاسلامية تحديدا متابعة لبنك التامية الاسلامي اذا كل ده محتاج زي ما بقولوا توعيه ووعيه اعلامه ووصوله ايضا الى رجال اعمال مصر حتى يستطيعوا التعامل مع مثل هذه الملفات بشكل جيد ايضا دور بنك الافريقي للتصدير والاستراض اللي موجود في مصر وموجود في معظم الدول الافريقية وبنك التنمية الافريقي الان هذه البنوك بتقدم كثيرا من المنح وكثيرا من القروض والفوايد والتغطية والتمويل لبعض المشاريع سواء كانت في بنية تحتية او في التعامل مع التجار والمصدرين والمصنعين داخل القرى الافريقية على القرى الافريقية ايضا والتعامل ما بين المصنعين المصريين نحن النهاردة محتاجين نقعد وبنقعد كتير جدا في لجنة الصناعة مع المصنعين المصريين وبنشوف ايه الخامات اللي نقدر نكون لها بديل داخل القرى الافريقية نجيبها من القرى الافريقية ايه الحاجة اللي ممكن بالتعاون مع الجامعات وجامعات البحث العلمي في مصر ونقدر نطلع بها لسر صنعة مطور وصنعة قطع غيار مطلوبة القرى الأفريقية احنا كجمعية اجرينا برتقل تعاون كبير جدا مع الهائة العربية التصنيع امانا منا بان الهائة العربية التصنيع بعد التطوير والتجديد اللي بتنمي فيها في الثلاث سنوات وبحجم مصانحها هو كيان قادر هو قلعة صناعية كبيرة من القلعة الصناعية الموجودة في مصر وفي القرى الأفريقية كيف نخرج بهذه القلعة الى عمق القرى الأفريقية وازاي نقدر نجيب بعض الكوادد الفنية الأفريقية للتدريب هناك مركز تدريب على اعلى مستوى واحدى استراث داخل الهائة العربية التصنيع ست فرق دمائم التراث بيبذل وفريقه مجهود كبير جدا في انه يقدر يعمل شيء كويس جدا انا شايف ان احنا لو درنا نستفيد من وجود الهائة العربية التصنيع والانتاج الحربي في تدريب وتصنيع قطع الغيار للسيارات والمعدات وخطوط الانتاج اللي موجودها في القرى الأفريقية ربما يكون ايضا هذا مدخل مهم جدا فيه التعاون المصري والأفريقي في الاتصاد بشكل او باخر احنا معنا بس مدخلة من دكتورة يومنا الحمائي دكتورة يومنا الحمائي مقرر مجل مقرر بحوث العلوم الاقتصادية بجامعة عينشانس ازاك دكتورة يومنا اهلا وسهلا ازاك حضرتك عاملة ايه ربنا يخليك ألم بيك وبضفق الكريم اهلا بيك دكتور معايا دكتور يوسري الشرقاوي رئيس جماعية رجال اعمال مصريين لأفارقة وبنتكلم عن يعني افضل السبل لان احنا نستثمر في افريقيا وتبقى افريقيا مستقبل الاستثمار من مصر هو في الحقيقة الموضوع ده غاية في الاهمية ويمكن الدولة بتجيله اهتمام مؤخرا ويمكن دكتور يوسري يقول لنا على يعني المهم جدا هو التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص يعني ده من الادوار المهمة لجمعيات رجال الاعمال لانها اقصر قربا من المشاكل بتوع المستثمرين في القارة الافريقية وكذلك متطلبات انه يبقى في استثمار متبادل وتجارة متبادلة يعني احنا النهاردة المفروض اننا بنعد الى منطقة التجارة الحرة الافريقية اللي بتضم معظم القارة الافريقية بتدي فرص وعيدة جدا للتصدير والاستيراد بالزفد وبالتالي القضية هنا مش مسألة ان احنا بنقول منطقة تجارة حرة لان منطقة التجارة الحرة احنا عندنا تجارب كثيرة لمناطق تجارة حرة للأسف الشديد لم تحقق اهدافها يعني مصر في علاقتها بالاتحاد الاوروبي رغم ان عندنا اتفاقية شراكة لكن ما زلنا بنستورد تلت اضعاف اللي بنصدره للاتحاد الاوروبي نفس القصة بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية ما زالت التجارة البيانية ضعيفة فمش العبرة ان احنا داخلين على يعني تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية بين دول الافريقية لكن القضية هي قضية ايه هي الدراسات اللي بتبين المزايا النسبية بين الدول دي فرص التجارة بالنسبة للدول دي ايه معوقات التجارة النهاردة كان دائما احنا بنكلم مع الطلبة بتوعنا ان موضوع النقل بيحتل اهمية كبيرة بالنسبة للنقل للقارة الافريقية بالضبط وخلصة الدكتور بيقول ان هو تكاليف النقل عالية جدا بالضبط تكاليف دكتور ايومنا اهلا وسهلا بيكي اهلا بيك يا دكتور انا سعيد جدا طبعا بمداخلتك ويمكن انا بقى ضم صوتي لصوتك انه لابد ان يكون هناك قريطة تجارية للفرص التجارية متكاملة وموزعة على دول القارة وبشكل سهل عرضه وايضا خريطة صناعية متكاملة عليها متوزعة فيها الخمات وفيها المنتج التام وفيها خطوط الانتاج وفيها عادل العمالة كل مدخلات العملية الصناعية واعتقد نحن في حاجة مسا الى دراسة التكاليف الصناعية حتى نستطيع ان نخلق او ندعم المستثمر الصناعي في خلق منتج قادر على منافسة سعرية مع دول اخرى بتنفسنا داخل القارة الافريقية بالضبط يا دكتور والحقيقة احنا الكلام ده محتاجينه لنا في مصر هنا يعني احنا مؤخرا تم اثارة العديد من القضايا المرتبطة بتكلفة الغاز وتكلفة الطاقة الكهرباء والعمالة وكيفية رفع انتاجيتها كل متغير من دول بيلعب دول مهم جدا في تحقيق الميزة التنافسية وبالتالي احنا ما عندناش قواعد بيانات لعناصر التكاليف حتى القطاع الخاص ما عندوش الدراسات الكافية كما يعني انا عندي خبرة في التعامل مع المصانع والشركات والمؤسسات الحقيقة كثير من هذه المصانع والشركات بتفتقد لنظم للتكاليف تحدد الامان نسبية لكل تكلفة وتحدد ازاي لما بيزيد كل نوع من انواع التكاليف ايه طرق مواجهته ومؤخرا الحكومة بدأت بستجيب للصناعة وتحاول ترفع تنافسيتها من خلال خط اسعار الكهرباء وهي حاليا ان شاء الله بننتظر قرار قريب بخط اسعار الغاز يعني تمامنا ان احنا نشوفه فالحقيقة كل ده مهم جدا عشان نشوف احنا فرصنا ايه التنافسية والمزايا تبقى متكملة ومتبادلة يعني لازم نشتاعد على وين وين يعني ان احنا بنصدر وبنستورد يعني التجارة لازم تكون راحة جاية متبادلة والمعلومة المهمة جدا ان القارة الافريقية هي الوحيدة اللي في علاقات مصر التجارية الميزان التجاري المصر هو موجب يعني مقرنة البعض كل علاقاتنا الميزان التجاري بتاعنا يعني احنا بنستورد اكتر ما بنصدر دكتور احنا قدامنا بوتنشنل واضح جدا جدا في السوء الافريقي المفترض ان احنا لو كما يحلم السيد الرئيس ونادى بان نرفع الصدرات الى 100 مليار دولار فربما ايضا لدينا رقم مهم جدا في استهدافه في اسوء القارة الافريقية عايز اقول لسيادتك انه افريقيا بتستورد خمسة وستين مليار كما ذكرت في ديات الحلقة الخمسة وستين مليار منهم خمسين مليار دولار منتجات غذائية تمت الصنع افريقيا القارة اللي ممكن تكون الظهير اللي وسلت غذاء العالم اللي فيه 60% من الارض الصلحة للزراع في العالم تستورد بخمسين مليار دولار منتجات غذائية تمت الصنع فاعتقد ان هناك بوتنشل كبير جدا وقطع كبير جدا ممكن نحاق 30 و40 مليار دولار واعتقد من خلال تواصلنا كجمعية مع التمسيل التجاري المصري مع ادارة افريقيا في اخر مؤتمر اعقدناه ان هناك خطط لذلك بشكل جيد وبمنهج بالذات في التعامل مع الاسواق الافريقية طيب احنا شكرين لك يا دكتور ونتمنى ان شاء الله تشرفينا بقى في يوم كده في حلقة نتكلم فيها عن تطورات افساد المصر ان شاء الله كل تمنيتي بالتوفيق ان شاء الله مرسي يا دكتور وبإذن الله يعني يبقى فيه كرس افضل مستقبليا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لحضرتك نرجع تي طيب طب خلينا نقول يعني هل في يعني دلوقتي انا جالي وجهتين نظر كده في زهن يعني وحب بيتكلم اكيد هم بقى عندكم يعني يعني حالك انت بتقول نقطة مهمة جدا بتقول ان افريقيا عندها موارد طبيعي وعندها مناجم مختلفة في مجالات مختلفة طب ليه ما يحصلش حاجة زي التبادل يعني نهاردة هو يديك خمات معينة وانت توديله منتجات معينة او تاخد منه خمات تعيد تسمحها هنا وترجعها له تاني مصنعة وده المطلوب بس خلينا اقولك على حاجة مهمة جدا احنا ده زي ما قلتلك ان فيه مسلمات في الاستثمار او فيه التجارة او في مجتمع المال والاعمال تمام فيه طلعات عندنا زي ما قلتلك فردية يعني محد الشياء دولينك اللي فيه ستة اسماء في مصر دخلوا عمق القرارة الافريقية وبشتغلوا في السوق الافريقية شغالين كويس اه فيه برندات معروفة واسماء معروفة سواء في كابلات او في تلفزيونات او في شركة بالشركات الصناعية مش هتكلم على الاسماء الاسماء سويدي صحابك لكن انا هتكلم على لكن انا بنتكلم على لا انا عارف ان هم شركة سويدي عملوا منظومة مشارة مجددا شغالين في افريقيا بشكل جيد في اكتر من دولة خلينا حييهم اه طبعا جدا جدا على مجهود المبزول بنتكلم على توشيبة العربي بيشتغل قويس برضو في افريقيا بنتكلم على يمكن ان السجون بيشتغل قويس في افريقيا اللي انا عايز اقوله ان الارض خصبة للزراع اه خصبة الاستثمار اه خصبة للتجارة اه بدليل انت عندك تجارب قوية نجحت اه بالزبط المطلوب انك توسع هذه التجارب وتوسحها برجال اعمال حقيقيين لديهم الرؤية والاخلاص خلف القيادة السياسية لفعل ذلك بالزبط مش هو طلع عشان يحقق فعلا يحقق اولا فايدة له هو هو هيكسب والدولة تكسب والبرنامج لرئيس حقويتنا بالزبط كده بالزبط كده وبالتالي احنا في الحالة دي نستطيع ان نحقق في افريقيا اذا كان عندنا خمسة ممكن يبقوا خمستاشر يبقوا خمسة وعشرين واحد خلال ثلاثة او اربع سنين يبقى كده دي خطة التوسع في الدخول للعمق الافريقي عشان نتخش للعمق الافريقي مشاكلنا ايه نروح رايحين للخمسة نعرف المشاكل اللي قابلتهم ايه والصعوبات تجربة ونجيب زي ما انت تفضلت الخبراء اللي كانوا في المؤمن العرب والنص التزيير والسيارات نصر السيارات نعرف منهم برضو مشاكلهم في افريقيا ايه ونحط حداسة التكنولوجيا الحديثة في علاج هذه المشاكل النهاردة هل بنتواصل وبنعمل سمينارات وبنعمل ويبنرات بيحضر فيها بل خمسة وعشرين عام في افريقي ما وقلناش زمان عشان نقدر نعمل زيارة باربعين واحد لازم سفر وتحجز خط الطيران والتغيران ممكن يكون ترانزيت وممكن ميكونش في خط مباشر النهاردة احنا كل اسبوع كجمعية عندنا ويبنر بنقش فيه قضايا وتوصيات واطروحات وموضوعات مهمة جدا لكن عندنا مؤتمر في الطاقة الافريقية ومستقبل الطاقة الافريقية يمكن انتهينا منه الاسبوع الماضي وكان فيه اثنين تلاتة وزراء من القرى الافريقية سابقين واتكلمنا على مشاكل القرى الافريقية والطاقة والطاقة البديلة وايه مدخلات الطاقة في القرى الافريقية وازاي ندر نتحول هذا الكلام مع التطور في التواصل يعني وسائل الكمميليكيشن ذات نفسها اختلف انت ممكن تعمل النهاردة مؤتمر بين مصر وافريقيا وانتهين وانتهينة خلاص وميبوناك وده لازم وتاخد خطوات وتاخد برنامج ده تمانين في المية من شغل الجماعية عندنا احنا طلعين نشتغل كده احنا مش طلعين نشتغل في قاعته وفنادق احنا طلعين نكلم الناس بلغات مختلفة احنا مطورين الاداء عشان نتحدث مع الناس بلغات مختلفة وبتواصل مباشر من اسهل السبل يعني انت ممكن النهاردة تاخد شركة مثلا من الشركات مثلا السيراميك في مصر مثلا او الحديد ويتعمل لها مقر هناك لبيع منتجاتها مقر دايم خلاص يبقى موجوده لسا عايبقى بالشراكة مع واحد من الدولة الابطاقية دي انت بقى بتغير انا لازم اكسبك معي انا مش هين في عاجي على ارضك اه بزبط وانا اعمل لوحد لازم تبقى انت معي انت بتغير بقى المنهجية التجارية اللي هي في علم التسويق في حاجة اسمها المنهجية انت داخل استراتيجيتك ايه استراتيجيتك تختلف انا مش رايحة بيها كونتينر وارجع انا رايح اشارك الاعمال اللي هيخش معايا في الجامعية عدوا عشان يجيبوا يقابل شركة تانية هنا يتكلموا مع بعض يتناقشوا مع بعض يسقوا في بعض يعملوا بزنس مع بعض في برتنرشب وصناعة البرتنرشب انترناشنال دي لازم ده دور مهم جدا من ادوار الجامعيات الجامعيات على فكرة المنظمات هي قوة نعمة بتمثل السينك تانك وبتمثل الروابط ما بين نتورك عشان تقدر تعمل بزنس ما هيش بركز قوة ما هيش طلبات من الحكومات فالموضوع مختلف ده هي مصدر حقيقي للداتا والمعلومات والمشكلة وتحليلها والتوصية عليها وهو ده اللي بيقدر يخليه متخص القرار يعرف قويس جدا يتعامل ويزلل المشاكل والصعبات مع الدول الافريقية والدول الاخرى المطلوب ان احنا نقدر نعمل الكلام ده ليه بقى لانه الان الساحة مهيئة تماما ليه لدينا قيادة سياسية تؤمن تماما بالجنب الافريقي تمام ومؤتمر الشباب العربي الافريقي اللي عقد في اسوان ومؤتمر استثمار في مصر استثمار في افريقيا في ثلاث دولات سبعتاشر وثمانتاشر وثمانتاشر بيؤكد يعني ده السيد الرئيس في تسع محافر دولية عام 2019 لجذب العالم للاستثمار مع مصر في افريقيا وليس الستثمار في مصر فقط ده اكد للشارع الافريقي ان مصر تحمل نسخة جديدة في قرية التعامل الجديد فعلينا كرجال اعمال ومستثمرين واصحاب شركات وطجار ان ننتهج هذا الناهج حتى نكمل المسيرة بشكل جيد اللي انا عايز اقوله هنا انه الامر جوه افريقيا ما هواش سهل وما هواش صعب ليه بس عايز عايز قلي وعايز تعاود مشترك وعايز زي ما بقوله نفس طويل شوية وعايز اقول لي الناس اللي بتصدروا المصدرين وكبار المصدرين لازم تاخدوا جنبكم توسيع قاعدة المصدرين ولازم نوسع قاعدة المصدرين دي في البيز بتاعها بدل ما عندنا عايشين مصدر برطوان يبقى عندنا 30-40 لان هو ده اللي هيخلي مصر تجيب 60 اسمحوا وافسحوا وعلموا ودربوا في المجالة التصدرية يعني انتم في المجالة التصدرية هاتوا شباب مصدرين وطلعوهم معاكم وعلموهم ودربوهم خلونا نفهم ان التوسع ده لصالح مصر الكبيرة وبعدين مش صالح شخص او اتنين يعني انت النهاردة تقول مسلا مصر مسلا في المركز التاني في تصدير الموالح مثلا طب احنا فين بقى من افريقيا يعني مصر مركز التاني عالميا طب انت فين افريقيا ده نصيب اخو وفي اي منتج وممكن انه في اي منتج لانا عشان مطلع ليش واحد يقول لا افريقيا مش محتاجة مننا برطوان مش مهم عطلية في اي منتجات تانية فلازم الاسواق يتم التحديث كمان الدراسات المعلومات اصبحت متاحة في ظل وجود التكنولوجيا التواصل اصبح متاح في ظل وجود التكنولوجيا لكن ستظل عناصر اخرى تتحكم في هذا الامر زي اللغة زي التواصل المباشر زي لما يعرف اننا وهو اعضاء في جامعية واحدة لكن على مصلحتنا لكن انا مش جاي اقول له ان انا شركة وجاي باعلك واكسب من وراك وامشي فدي برضو عندهم احنا درسنا وبعدين برضو وجود الجامعية بيدي ثقة للمستثمر وثقة حتى للمصدر ان هو حس ان فيه جهة بتربطه بيه يعني الموضوع مش سايب كده ويري حتى تعامل الحكومات لو بتعامل رجال اعمالي وجود الجامعيات دي بتنظم برضو قالية الموضوع وهو دخل الجامعية في نتورك هم بيتعرفوا على بعض في نتورك انت عارف وهو ده الهدف نجود الجامعية ده الهدف ان يبقى فيه تعرف وبفيه التواصل مباشر احنا كمان النهاردة بنعمل حاجة جديدة يمكن بنحاول من خلال الجامعية ان احنا عن طريق برامج زي البرامج التواصل اللي موجودة اللي اونلاين ان احنا نخلي مدربين اللغات يدربوا اي حد لغة تالتة مش معاه free of charge حتى لو كان انتر بيونيز رائد اعمال او سيئة اعمال او رجل اعمال بساعده free of charge يعني لو هو مع انجليزي مع انجليزي بتديله عربي عشان يعرف يتعلم في فرنسي بتديله انجليزي مع برطغال احنا فيه ست لغات في القارة احنا بعيدين باللغة لا يمكن ان تمكن المرأة وتحدي السبب للتجاري لازم تقرب باللغة بتحاول يمكن النهاردة انا رجل اعمال مش هروح اتعلم لغة بس هبعد مدير التصدير بتاعه ياخد القرص ده في الجامعية free او هبعد حد من عندي من متوقع السيلز ياخد القرص ده في الجامعية free لان انا محتاج الناس تتعلم احنا عندنا لغة افريق اشوف فيه 15 دولة فريقفونية في افريقيا من ال54 وفيه الباق انجليزي وفيه برتغالي برتغالي وفيه فرنسي ما دول قلناهم الاول وفيه سواحلي وفيه امهري يعني عندك ست لغات في اللغة العربية في شمال افريقيا فعندك ست او سبع لغات في القرية الافريقية ده غير مجموعة وحزم اخرى من اللغات ولا هاجات داخل القرية لكن بنتكلم على البرنسيبز والاساسيات فلو الناس ما فهمتش على الاقل لغة التفاعل والتعاوض كان عندنا مشكلة الصفر ومشكلة التالغة ومشكلة النقل دي كلها حاجات كانت مش موجودة بيننا وبين الجانب الافريقي هي التجارة بتجيش في الاخر التجارة بس او صندوق تجاري بس او كده محتاجين ندخل على مثل هزي الملفات وشكل احنا يعني الاهم من البدايات الاستمرارية احنا كجمعية احنا كجمعية بدئين لكن احنا لدينا خطة مستمرة طويلة مش عاملين الجمعية دي عشان عدد عدد موجود من رجال اعمال افرق فيها النهاردة احنا عندنا اللجان بعض اللجان 22 لجنة في الجمعية لجنة التشهيد والبناء لجنة الاستثمار التجارة الدولية التصدير الزراعة الصناعة ومنحاول ومنحاول اقتصادية والاستثمار ومنحاول نجيب رئيس لجنة مصري رئيس لجنة افريقي بيعمل وده مهم جدا تبريج هذه السفاقات الاتصادية وده اللي بتخلي الناس تعرف عدد اكبر او عدد ممكن من التفاعل والتعاون والتعامل احنا هدفنا الوحيد بالامانة مصر وافريقيا ليس لدينا اهداف وعلى فكرة دي واحدة من مبادئ الجماعية وكل اللي بننتقيهم للدخول العضوية بيبقى عارف كواس جدا هنا مفيش اهداف شخصية هنا هدف مصر وهدف افريقيا وبالتالي ده لانه ملف متأخر ملف متأخر سنيا اكتر من عشرين عايز الوقت وعايز اتعاون احنا عايزين نفتح مصانع حناك عايزين نشغل مصريين ونشغل افارقة عايزين ندربهم كمان انت احنا نسين ان كانت مصر لديها قوة نعمة في افريقيا بالتعليم الازهاري وفي الكلمة العربية لنقل البحري والان بتدريب الصناعي سوف نجري مع الهياء العربية التصنيع ايضا لان فيه كوادعي ستتدرب على مكان حديث وتخنجة حديثة والهيئة والانتاج الحربي عملوا مراكز تدريب على احدث مستوى لخدمة الصناع المصرية احنا قلنا لازم تبقى الخدمة الصناع الافريقية كمان بزر استغل كل الموضوع كل الامكانات المتاحة عن الافريقية كلها ننتشر نعبر عن نفسنا احنا نقصنا حتة تسويق استثمار ونصدر كمان خبراتنا وتجاربنا اللي تمت على ارض الواقع في خلال الفترة الاخيرة وخدمات احنا كمان سيد امراهيم عندنا خدمات تصدر عندنا مكاتب استشارية هندسية تصدر عندنا مكاتب بنية احتية عندنا مكاتب خدمية كمان بالتجربة كمان عندنا شركات برضو تقنية معلومات واحنا بنتكلم على التحول الرقمي في افريقيا في فرص موجودة داخل القرار الافريقية لكن الفرص لا تأتي للجالسين والسامطين والساكنين خطة وتعامل وتفاعل وتواصل مرة واثنين وثلاثة واربعة ومع المتابعة انا بتصور من وجهة نظري انه الفرصة بتكون سانحة لما بيكون الاسواق مهيئة انا عايز اقولك على حقيقة بالارقام برضو عندنا طبعا في قطاع النقل البحري وفي قطاع الملاحة البحرية وكل المشاريع المكملة في الدعم اللوجيستي افريقيا فيها 38 دولة سحلية من 54 دولة وكمان عندنا هذه الدول غير مستغلة حتى الان وغير قدرنا كل تلت دول بس اللي بيشتغلوا بشكل جيد جدا عنها البحري من ضمنها مصر والمغرب وجانب افريقيا عايز تشتغل على ملف زي ده مع قطاع القراص ومع قطاع الحكومي مع قطاع شغل كبير واستثمارات في قطاعات النقل البحري لانا برضو عايز اقوله انه شباب مصر راح واتغرب وسافر اكتر من دولة واكتر من مكان المفترض الان هرده تؤسس يعني بعض الفرص الاستثمارية داخل القرارة الافريقية وتعرض على شباب مصري اللي ممكن ان اعايز اقولك على الدولة زي الهيبيريا مسلا وانا معاك على الهواء هو تمام لو الهيبيريا دي اتعامل فيها مسلا سبعة تمانية دكاترة وراها عاملوا عمارة او عمارتين مراكز طبية انا عايز اقولك المهم ما يكسبوا اكتر من خارج طيب احنا عايزين عايزين نعمل حلقة تانية معك نتكلم عن فرص استثمار واضحة بقى في اشكال زي اللي حريك بتقولها دي يساعدني عشان الشباب بيقولي البرنامج اللي ورانا عايز يبتدي طبعا انا سعيد جدا بلقاء حضرتك والموضوع كبير والقماشة زي ما بيقوله واسعة يعني فيها مجال كبير للحوار نعمل لقاء تاني ان شاء الله ونتكلم عن فرص واضحة صريحة بقى كمان زي اللي حريك بتقول عليها دي ويبقى برضه بالتنسيق مع الجامعية ونكمل ونتابع الملف اللي سات الرئيس بيمهتم بيه وبينادي بيه انه يكتمل في افريقيا وبالتعاون مع الجامعية وان شاء الله نعمل حق ويسا يعني المصر داخل افريقيا انا سعيد بيك ودايما متابعك وانت دايما حد راقي في تناولك لحوارتك الاستثمارية انا متابعك وكل قامات الاستثمار في مصر بيشكروا حديثهم معاك وانا سعيد جدا بتواصتي معك ابراهيم انت صديق عزيز وسعيد جيد مرسي يا دكتور انا سعيد بلقاءك وان شاء الله نتقابل تاني ونكون بقى مرتبين شوية حاجات نقولها الناس مفاجآت كده يروح لستثمار الزهر في افريقيا ويبتدوا من اي دول ان شاء الله اعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا مع الدكتور يوسري الشرقاوي رئيس جماعية رجال الاعمال المصرية الافرقة الى ان نلقاكم السبت القادم التاسع مساء نترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة